الأختي نذرت أن تقرأ صورة البقرة بعد الصبح كل يوم نذرت ولذلك أنا تأكدت منها وطرحت السؤال بنفسي لأن النذر يختلف يعني هي قالت لي ورد يومي فإن كان الأمر مقتصرا على الورد ولم يستطع الإنسان أن يقرأ هذا الورد في يوم من الأيام فلا إثم عليه ولا حرش لأن الواجب يسقط بالعذر عنه فما ظنك بما هو دون الواجب الواجب يسقط بالعذر عنه فما ظنك بما هو دون الواجب أما إن كانت الأخت قد نذرت فالأصل أن تفي بالنذر عليها أن تفي بالنذر ما استطاعت ما استطاعت وإلا فإن عجزت فلا إثم عليها ولا حرش لأن الواجب يسقط بالعذر عنه على الراجح لأن الواجب يسقط بالعذر عنه من فضل الله تبارك وتعالى ومن رحمة الله فإن استطاعت الأخت الفاضلة في أيام الحيض لا تستطيع أن تقرأ إن استطاعت أن تقرأ حتى الصورة في أيام الحيض من غير أن تمس القرآن الكريم فلا إثم عليها ولا حرش وإن لم تستطع فلا شيء عليها وحيضتها ليست بيدها ولا يلزمها أن تقضي قراءة الصورة في الأيام التي فاتتها بسبب الحيض لأنها لا تقضي الصلاة ولا شك ولا ريب أن القراءة دون الصلاة لأن الصلاة فرض من الله تبارك وتعالى ومع ذلك الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة والله تعالى أعلم وأسأل الله أن يزيدها حرصا على الخير ترجمة نانسي قنقر